زملاء الأعزاء ومتابعين القرام في نقطة مهمة حابب أوضحها للجميع في الفترة الأخيرة لحظت أكتر من شخص دخل وعلق لي وقال لي أن فيه خطأ في المعلومة اللي حضرتك بتقولها وهي أن مثلا العظمة دي اسمها مكزلة والعظمة دي اسمها زيجومة فالجزء أو البروز اللي موجود في المكزلة ومتصل بالزيجومة أنا بشاور عليه وبقول أنه هو اسمه زيجوماتيك بروسس أوزا مكزلة فهو مستغرب أن أنا بشاور على المنطقة دي وبقول اسمه زيجوماتيك بروسس مع أن الجزء ده أو المنطقة دي اسمها مكزلة يعني العظمة دي كلها على بعضها اسمها مكزلة فبقول لي أنت كده غلطان لأن المفروض أن دي تبقى زيجومة فلما جا أقول أي حاجة مثلا تبقى زيجوماتيك يبقى المفروض فيها لا العظمة دي اسمها مكزلة تمام والعظمة دي اسمها زيجومة فالنتوق أو البروز اللي متصل بالزيجومة بيطلق عليه اسم زيجوماتيك بروسس أوزا مكزلة نفس النظام هنا كده الجزء ده اسمه فرونتال بروسس أوزا مكزلة لأن الجزء ده متصل بالفرونتال بون هو جزء موجود في المكزلة وعشان هو متصل بالفرونتال فبيطلق عليه اسم فرونتال بروسس أوزا مكزلة نفس النظام الجزء ده اسمه زيجوماتيك أرش زيجوماتيك أرش بيتكون نتيجة اتصال الجزء ده اسمه زيجومة وجزء ده اسمه تيمبرال يبقى ده الزيجوماتيك بون وده التيمبرال بون التيمبرال بون بيطلع منها بروسس أو بروز بيطلق عليه اسم زيجوماتيك بروسس واخبالك العظمة اسمها تيمبرال بون والبروز اللي بيطلع منها اسمه زيجوماتيك بروسس بنان عليه لأنه بيتصل بالزيجوماتيك بون نفس النظام إزاي جوماتيك بون بيطلع منها بروز بيطلع عليه اسم تيمبرال بروسس فمش عشان مثلا أن العظمة دي اسمها تيمبرال بون يبقى المفروض أن البروز اللي موجود منها ده اسمه تيمبرال بروسس لا هو بيتسمى بناء العظمة اللي بيتصل بها وشكرا لحضراتكم على مشاهدة الفيديو يريد أكون قدر توصلت لحضراتكم المعلومة كاملة